ولأن الحياة يجب دائماً أنها تستمر وفي ناس بتساعد دائماً أن الحياة تستمر بشكل أكثر إيجابية عقول وملهمين وأصحاب تجارب وما إلى ذلك هتجد الملهمين دول وهم جايين من المهجر علشان يشاركوا في الحوار الوطني الملهمين وهم جايين يشاركوا في المحاور الاقتصادية والمحاور العلمية والتعليمية والصحي على اختلاف الألوان والأنواع من المحاور هتجد المصريين اللي موجودين برة زي ما بيتقال أو في المهجر زي ما بيتقال برضو يبقوا منورين القاهرة الساحرة برة أخرى خلينا بقى نقول أنه بعض من هؤلاء طبعاً إحنا كان نفسنا نحن نستقبل كل الملهمين المصريين اللي موجودين برة بس طبعاً في الحالة دي هحتاج عاصمة الواحدة نطلع منه النهاردة هنستقبل ثلاثة نبدأ الأول باستقبال وترحيب بسيد رقفة صليب رئيس الاتحاد العام للمصريين بأمريكا أهلاً 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 إزاي الصحة كله تمام؟ الحمد لله تعزينا أولاً ونعزي أنفسنا شكراً جداً خليني أيضاً أرحب بدكتور طارق حسنيين أستاذ أمراض الكبد بجامعة سان دياجو الأمريكية ورئيس واحدة الدراسات أمراض الكبد أهلاً بك يا دكتور أهلاً إزاي الصحة أهلاً دكتور شرين النجار خبيرة المناهج التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية منورانها يا دكتور أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك لو ما بدأناش بليديز أولاً هتبقى مشكلة طبعاً صح؟ لا لا نبدأ الأول بمسألة تطوير المناهج التعليمية في أمريكا أنا من الناس اللي ما قدرش أبدي إعجابي شديد يعني بالنظام التعليم الأمريكاني أنا أحب الحاجات المعقدة أكتر غالباً يعني غالباً مصري برضو طيب لكن ما حدش يقدر ينكر أن تجربة تطوير التعليم في أمريكا مرت بمراحل كتير وكان فيه مرحلة في التسعينيات أمريكا رأت أنه لا ده إحنا هنطور على اللي طورناه لأنه التعليم ما بقاش قد كده وخدت مرحلة جديدة أسألك يا دكتور شرين وإنتوا في أمريكا بتشوفوا تطوير التعليم عندنا في مصر ماشي إزاي؟ ولما نيجي نشارك في الحوار الوطني هتبقى أبرز النقاط اللي عاوزين ننقشها إيه؟ أولا إحنا في الولايات المتحدة سمعيني كلام حلوائي على اللي بتعمل في مصر دلوقتي وصلنا قد إيه أنه الخطة المحطوطة حاليا بدأت تربط التعليم الأساسي مع التعليم المهني مع توجيه التعليم عشان المنطقة اللي فيها السكان بمعنى أنه لو يوجد الطالب في منطقة زراعية يركزوا شوية على الزراعة وتطوير التربة ودراسة التربة كما هو يدرسه حاليا في سينة مثلا التركيز على السياحة وفي الجنوب التركيز على الأسار وما هذا يعني فده اللي بنسمعه وده اللي توضع حاليا في الخطة سنين الخطة الجديدة أنه كل الكتب التعليمية تجدد كل من ثلاث سنين لخمس سنين خطة رائعة لأنه التطوير التعليم يتغير ديلي زي ما بيقولوا بالزبط فالمنهج التعليمي لازم أن يضاهي أو يوافق ما يحدث في الواقع وكل خمس سنين كما حدث وكما يحدث الآن عندنا عندنا أنا بقول في مصر لا في مصر أوكي طيب عندنا هنا عشان أنا ما تخبطش هنا دلوقتي في مصر أنه دي خطة رائعة وأنا سعيدة بيها جدا لأنه إحنا في أمريكا بنعمل كده الكتاب ما بيقعدش أكتر من اثنين ثلاثة لخمس سنين زي ما بقولوا بتقاعد الكتاب ويبدأ كتاب جديد ثانيا حكاية التوفير في حصل حاليا أنه الكتاب المدرسي بيوضع بأساتذة جامعات بحيث أنه الدكتور الجامعي يضع أساليب والبيسيكس اللي المفروض الطالب لما يروح الجامعة يبقى عنده الأساسيات ده أنه هو يقدر يبني عليها فربط التعليم الأساسي والمعدادي والسنوي والجامعي بقت عملية جميلة قوي هنا في مصر وذي احنا اللي نسمعه ده اللي احنا اللي أنا بقراي يعني والناس كلها بتقراف في أمريكا ثانيا الحاجة الكويسة قوي كمان حاليا أثنك الخطة الجديدة اللي حتضع هنا في مصر أنه هم الكتاب المدرسي يسلم على آخر السنة أنه الطالب ياخده كعهدة ويسلمه تاني فالطالب لازم مش التقطيع بقى واللي كان بيعمله يحافظ على الكتاب ده يحترم لأنه مثلا أخوه اللي طالع السنة الجاية حيتعامل بنفس الكتاب وده حيوفر على الحكومة يعني أموال طائلة يعني أنه الكتاب آه هيعدة تاتة خمس سنين صحيح أيضا المكاتب المكاتب المعرفية اللي هي انترنت دلوقتي الأب والأم ممكن جدا بيدخلوا على اللايبري الموجودة هنا في مصر المعارف ويعرف ابنه المفروض يتعلم إيه ويشوف إيه ويقدر يناقش فيها أو أنت عملت إيه في كذا عملت إيه في كذا عارف ابنه بياخد إيه ما كانش موجود ده في مصر من خمس سنين والله إحنا بقدر الإمكان بنحاول بس هو على ما يبدو برضو النسق بتاعنا اللي تعلمنا به زمان ما خلينا مش قادرين نبقى بنفس السرعة والإقاع بتاع الولاد يعني واضح أنهم أسرع ويمكن ده شوية مطميني حبتين أن احنا بجد بنعمل تطوير حقيقي وهنا هستأذن أن أنا أروح لدكتور طارق من التعليم الابتدائي والإعدادي والسنوي وصولا إلى التعليم في الجامعة ومش بس التعليم في الجامعة ولكن تعليم العلوم الطبية والصحية في الجامعة ده من جهة وتطبقها بعد كده في الواقع العملي ومعاييره لأي مدى بيشوف دكتور طارق أنه الأمور بتتطور بسرعة يطمئن لها دكتور طارق حسنين في مصر التطور سريع جدا وزام الدكتورة ذكرت أن الإنترنت والواب والواب كالجنرال خلت كل طبيب في مصر في إمكانياته أنه يخش ويعرف التشخيصات الجديدة والعلاجات الجديدة هو النظام الأمريكي بيمتاز بإيه أنه عندنا حاجة اسمها ألغوريسم يعني عندنا خطوات يلتزم بيها الطال الدكتورة المتخرج حديثا يلتزم بيها الأستاذ اللي والد 30-40 سنة بيشتغل في مجال الطب الألغوريسم ده مهم ليه لأنه يعلي النوعية والتطقيق في التشخيص وفي العلاج فبيخلي الطبيب اللي في الريف يعليك ذات الطبيب اللي في المدينة الظاهرة أن المريض يسيب الريف ويجي المدينة عشان لاقي دكتور أفضل من في الريف دي عندنا تلغت فأصبح كل المناطق بتمتاز أنها عندها مستوى طبي عالي طب إيه الجامعات؟ الجامعات مراكز الأبحاث ودي نقطة مهمة جدا والأبحاث ما قدرش أأخذ الأبحاث كلها من أمريكا ممكن أبص الأبحاث في أمريكا الدول الأوروبية أو الدول المتقدمة اللي بتصرف بلايين الدولارات على الأبحاث وأعمل الأبحاث الخاصة بي للمجتمع بتاعي الانفايرومنت بتاعي زيما تكلمنا الأرض بتاعتي المية بتاعتي الجو بتاعي المناخ بتاعي فالأبحاث لازم تناسب الطبيعة في مصر عشان تبقى أبحاث مفيدة دي الجامعات فأنا يعني أحب أطمن حضرتك أن الدكاترا زي ما يلنا وبنقبلهم في المؤتمرات مستوى العلمي قوي جدا طب ماذا ينقص في مصر الطرق التشخيصية الحديثة والأدوية الحديثة اللي هي بتتطور في أمريكا ومشكلتها طبعا بحكم التطوير بياخد فلوس كتير إن هي بتبقى غالية فإحنا عايزين نبتني نخش في الأبحاث الإكلينيكية اللي هي نقدر نعمل أدوية مثيلة لها عندنا ودول العالم بتعمل كده نتعلم من الصين نتعلم من الهند لأنه مش هنقدر نستنى الدواء يرخص في أمريكا عشان يجي مصر عشان يفيد أمراض معينة الأمراض الحديثة وتنتهي حقوم ملكيات الفكرية بعد عشرين سنة علشان أقدر أخذ حق التصميع وبقى بدور في حلقة كبيرة جدا مش هتوصلني لأنه في يوم الآن أبقى أنا صاحب الدواء وإحنا الخبرتنا في الفيروس في مصر إن في أدوية وشركات مصرية جابت أدوية تنفع للفيروس بس ما عندناش السيستم اللي هو الأبحاث الإكلينيكية وإن كانت عندنا بس ما عندناش الجهات الأدوية اللي تعترف بالأبحاث عشان توفق على دوام مصري تعمل في مصر تدرس في مصر بوحث في مصر فمعظم الأدوية اللي بتيجي في مصر لازم تبقى الـ FDA بتاعة أمريكا موافقة عليها فإحنا عايزين نخش بقى المرحلة الجاية إن شاء الله وبقالها بقالها فترة طويلة يعني بقالنا فوق عشر سنين بسبب الفيروس سي إن انت عايز بتجيب أدوية تتصنع في مصر تتعمل لمصر لمرضى بتاع مصر وتقبل الأبحاث الكلينيكية بتاعة مصر حاجة طريفة جدا نقول لحضرتك لأن احنا بتاعة اتحاد المصريين في الخارج الـ FDA بتاعة أمريكا مليانة مصريين لو عايزين أي خبرات تساعدنا في تطوير الأنظمة دي وإن كانت الأنظمة ممكن موجودة عندنا خبرات في أمريكا مصرية ممكن تساعدنا في التطوير هنا رئيس الاتحاد العام للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية فدكتور طارق يقول لي FDA مليانة مصريين أظن ده اهتمام أصيل عند حضرتك ده واحد وجزء من الأهداف الرئيسية أكيد للاتحاد هي مسألة إزاي أقدر أخلق تشميك وتعاون مستمر ما بين المصريين في المهجر وما بين الوطن الأم في الداخل علشان ونوصل للي بيكلم عليه دكتور طارق هنعمل إيه وهنشبك الدنيا إزاي عقول عندنا من هنا لحد السنة الجاي في البداية بالأصال عن نفسي وعن الاتحاد العام لمصريين بالخارج وأقدم واجب العزاء لفخامة الرئيس عفتاح السيسي وقدست البابا طبادروس وأهالي الضحايا وأتمنى من الله في الهزر المصاب الأليم وأتمنى من الله شفاء بقية المصاب لأن فإن هذا حدث جلل بكل المقييس مأساة ربنا ينيحهم كلهم ويتعدي الفترة على خير بالنسبة للاتحاد العام المصريين بالخارج طبعا زيما حدثك عارف أستاذ يوسف أمريكا كانت تعتبر البلد الوحيدة في العالم ما لدينا اتحاد بأننا خمسين سنة في عندنا اتحادات فتصلوا بينا فبدأنا تكويل الاتحاد العام حطنا أسس للاتحاد عشان تطلع حاجة مبنية على أسس وحاجة منظمة وحاجة تكون حاجة محترمة تليق باسمنا وتليق باسم الجالية المصرية في أمريكا الهيئة تأسسية بالاتحاد تحتوي على 28 عضو منهم علماء يعني نحن عملناها لجان لجنة علماء لجنة إعلام لجنة صحافة معانا قنوات فضائية امتلكها مصريين معانا إعلام جرائد امتلكها مصريين لجنة العلماء فيها علماء يعني يمكن الدكتور عشرين الدكتور طارق معانا الدكتور محمد صروت ده أستاذ علم الفيزيو وده يمكن يكون مرشح لجائزة نوبل لأنه ده كان شغال مع الدكتور أحمد زويل وده بيشتغل على المليار من الفانتوم الثانية معانا الدكتور هشام العسكري وده عالم نظم الأرض وشغال وطبعا طالعا مع ساعتها قبل كده واختير أخيرا ناء رئيس وكالة الفضاء المصرية يعني فيه أسماء كتيرة معانا طبعا معانا لجنة علاقات خارجية معانا لجنة السياسة معانا لجنة حقوق إنسان معانا لجنة رياضة قسمناها كلها لجان بحيث إن احنا نشوف نقدر نقدم وقسمنا جزئين جزء خاص إن احنا نقدر نساعد بلدنا في ايه من ناحية الاقتصادية ومن ناحية السياحة وعملنا جزء التاني إن احنا إزاي نهتم بالجالية بتاعتنا هناك إحنا الحمد لله النهاردة في خلال سبعة شهر عملنا ما لا يخطر على بالبشر في فترة الفتدية يعني الناس كنتوا تغرب أنتوا كنتوا فيين لما دعينا للحوار الوطني فخامة الرئيس أرسل لنا كانت أول التحادي بعت له دعوة إن احنا نحضر الحوار ونحط الرؤية بتاعتنا قعدنا الثمانية وعشرين مع بعض عزوم لجنة الإعلام تقول إيه رؤيتها لجنة الثقافة تقول إيه رؤيتها لجنة الأولماء تقول إيه رؤيتها كل لجنة تقول رؤيتها وعملنا ده كله في وبعتناها توصلنا لحل لازم نستغل العلماء اللي معنا دول العلماء دي موجودة طيور مهاجرة وما حالش بيسق فيش كونكشن المشكلة كانت عندنا في الاتحاد أو في أمريكا عندنا علماء يعني الأسماء اللي سيدتك بالإسماء هذه كل الأسماء قررنا هنا طب الأسماء دي خرجت من مصر واشتغلت هناك في أمريكا ونجحت هذا النجاح طب ليه ما نحاولش نستغلها تاني فلما دعينا لحوار الوطني وضعينا للمؤتمر الكائنات اللي هو كان مفروض النهاردة وتأجل لبعد بكرة للتعديل الوزاري فنزلنا عشر علماء منهم يعني ستة علماء اثنين رجال أعمال اثنين إعلاميين قلنا نزلنا خمس تيام طبعا تعرف حضرتك من لوس أنجلس هنا بقى يوم صفر مع يوم رجوع يبقى فضل الأربعة تيام وقعزين نعمل مقابلات مع وزير التعليم ولا خضل تعديل الوزاري فكل حاجة بحاجة فإحنا بنقول إن إحنا جايين النهاردة مصر العلماء اللي جايين دول بيقولوا إحنا مش جايين نقول يعني ومش جايين يقولوا إحنا هنعمل كذا لأ إحنا جايين نقول أنتو عايزين مننا إيه البلدنا اللي احنا تعلمنا فيها وتربنا فيها خيرها علينا إحنا جايين نقول أنتو عايزين مننا إيه طلباتكو إيه طلباتكو إيه وإحنا ننفس يعني هي العملية كلها إحنا ننفس. العلماء دي اللي مستغلها. الدكتور طارق في مجاله. الدكتور عشرين في مجاله. الدكتور محمد صرف في مجاله. دكتور الشام العسكري في مجاله. هي أسماء كبيرة في أمريكا. أسماء كبيرة في أمريكا. طب ليه إحنا ما نستغل الناس دي كلها هنا. لأن يعني أنا برضه بحب أقول الدول الخليج وهو على آخره دول يبعطوا فلوس. لأنه قاعد فترة معينة وراجع مصر. فبيحول تحويلات بتاعته. اللي عايش في أمريكا ما يميش تحويلات. إلا إذا اشترى بيت اشترى شقة هنا. لكن يبعط تحويلات لا لأنه عايش هناك. خلاص هو مهاجر. هو مهاجر. دي بلد تاني. المصري اللي موجود عند الأشقاء ده راجل بيشتغل بعقوده خلاص. فترة مصر هيرجع يعني. بس هنا بقى المليارات هي دي المليارات اللي احنا بندور عليها. أصل العقول تساوي أكتر من المليارات بكتير. يعني دي وبالتأكيد مش بفلوس. هو أغلى من الفلوس بكتير. حاول جملة كده كانت دايما تتقال. بتتقال أنا عندي 47 سنة وماشي في 48. نظف. مبقى قولي انت شكلك عاجزت كده ليه كنت زمان صغير. ف وانا صغير كان يقولك هو اللي هيروح أمريكا. هيرجع. هم العلمة والأسماء الكبيرة اللي موجودة في أمريكا وفي كندا وفي استراليا. هيجي مصر يعمل ايه؟ واضح ان هم موجودين معنا في الستوديو. ومش بس في مصر بشكل عام يعني. في مبنى ماسبير وفي القناة الأولى. استنونا بعض الفصل. المصريين اللي بر ليهم خل وبال. يناقشوا اللي بيحصل جوه. والأسماء الكبيرة اللي ما كنت بقولك الناس الملهمة لنا. اللي هو أسماءهم تتقل بمليارات زليونات من مش الدولار أغلى عملة ايه. دينار كوي. زليونات من الدينارات. حلوة كده؟ ليهم خلق وليهم بال وعاوزين يرجعوا مصر يساعدوا قدر الامكان. على ما يبدو. آه بس نفهم. خلونا نرجع مرة تانية هنا. برضو بنفس دات الترتيب دكتور شرين. الحديث اللي كان دايما يدور اللي هو ايه؟ انسى. مش حد فضيلك. والناس دي هتيجي تعمل ايه؟ واضح انكم نورين يعني. احنا عمرنا مسابنا مصر. احنا طلعنا لسبب معين دراسة والتعليم. تربى في مصر مصر جوانا دايما. كنا دايما على اتصال بالسفارة وعي مناسبة كنا بنروح السفارة وبنقابل المسؤولين وبنتكلم معاهم بنشاركهم في الرؤية وبنيجي زيارات مستمرة على طول. وربنا اولادنا على حب مصر والشوق انهم ينشروا الرسالة لأصحابهم ويتكلموهم عن مصر وحتى أصدقائهم يزرعوا جواهم الشوق لزيارة مصر. فاحنا عمرنا منزولنا. وبعدين احنا بالتعليم اللي تعلمناه برا زي ما بيقولوا الامريكان بنفكر طب انا لما كنت في المدرسة ولو كنت في الجامعة ما عجبنيش كذا. بص هنا بيعمله ازاي. تبقى حلوة قوي لو اخدنا الموضوع ده في مصر. هتبقى حاجة جميلة فبنتتصل بيقولهم ايه رأيوك يا جماعة عمرنا ما سبنا ايه رأيوك يا جماعة احنا عايزين نعمل كده لان حصل كذا 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 والطرق الحديثة كذا والجامعة بتعمل كذا فحنرجع ودايمن هنرجع ودايمن هتبقى مصر جوانا طيب هنا أروح الدكتور طارق دكتور طارق كأستاذ كبير في جامعة كبيرة في ولاية كاليفونيا زي جامعة سان دياجو رئيس وحدة لدراسات امراض الكبد في دولة هي الاكبر على مستوى العالم من حس الاقتصاد واظنها صاحبة اكبر اسهام في البحث العلمي ايضا وجاي مصر وبتمد ايد المساعدة او بالادق ايد التعاون ما بين حضرتك وما بين الجهات الاخرى والزملاء الاخرين الموجودين في مصر ترى انه ذلك مثمر ولا هو حرت في البحر خليني ارجع ويعني اقول قصة اي دكتور مصري او اي عالم مصري او اي واحد مصري في امريكا بيسيب مصر متعلم من مصر فانا تعلمنا في جامعة مصر انا خريق جامعة اسكندرية كل الطب جامعة اسكندرية هذا التعليم كان جيد للدرجة ان طوما دخلنا امريكا مع وجود سيستم مزبوط حصل ان احنا ويكسلت ان احنا تفوقنا جدا على ناس كتير اوي في السيستم ده بالتعليم اللي اخذنا من مصر واتدينا نتحسن في معلوماتنا وفي تدربنا وفي المفاهيم الجديدة اهم شيء مفاهيم الابحاث اللي احنا كناش اتعلمناها واذبت على مدار السنين مش يعني عندنا مئات وكان اولوفات من المصريين نجحين في الابحاث والهم ابحاث مشهورة في جميع المجالات فترة الكارير وهو ان انت بتثبت نفسك في دولة غريبة وان انت تبقى من الخبراء بتوع العلم بتاعك في هذه الدولة بتديلك نوع من الساتسفاكشن او الانبساط في الكارير وان انت نجحت بتوصل لمرحلة ان انت تبتدي تقول انا ايه اللي جابني هنا طب وازاي افيد فانا بفيد في مكاني لاني باعلم الطلبة بجميع طلبة في كلية طب امريكا وممرن النواب والفيلوز وممرن الدكاترا الصويرين وبيجينا انا السنة كان عندي طلبة من كلية الطب من دبي اول سنة يتخرجوا من كلية الطب في دبي كان عندي ثلاثة جمعة مرانة وعندي في الصيف بمنح من الجامعة بتاعتهم فنتمنى ان اي حد يجي من المنطقة العربية بتاعتنا ان احنا نعلمهم وانه مرانة بنيجي في الزيارات وكل معمورنا بيتقدم امريكا لها ان انت لما سنك بيتقدم زيادة في بقى ناس جديدة عندها نشاط اقوى بتاخد مكانك لكن في خبرات متميزة شفناها على مدار السنين نقدر نفيد بيها مصر صح السؤال اللي دايما نتكلم فيه ما اقدرش انا اجي وقولك انا عايز اعملك اي بي ان سي لأ انا بنيجي وقولنا تابع الاتحاد عايزين نطلب من مصر انتو عايزين ايه والله عايزين خبير في النووي عندنا خبر نووي عايزين خبير في المجال الفلاني في الطب الفلاني عندنا السنة اللي تطلبه احنا عايزين اننا كلنا جينا وبنحاول نساعد واخد بالحضر ونقيل ايام معينة عن طريق منظومة الاتحاد ممكن تبقى مع وزارة الهجرة والجامعات الجديدة نقدر نساعد انهنا نبقى فيزيتينج بروفيسور ليل عندنا دلوقتي عندنا وقت في ايدينا اكتر من الاول خلاص حققنا نفسنا وكويس اقدر وحققت نفسك على جميع المستويات العلمية المادية القصرية وعلمتك وعايز بقى تعلم وتدفع حاس ان فرقابتك دين عايز ترجع ربيض على الكلمة حلوة حلاوة طيب دي هاخدها وهروح بيها لرجل اعمال مصري ناجح جدا لفت للانظار في كاليفونيا بالمناسبة مرة هنقعد نحكي الحدوتة بتاعت رجل الاعمال المصري رقفة صليب مش بس رئيس الاتحاد العام للمصريين بأمارك وبالمناسبة هذا الرجل عندما ذهب الى المهجر ما كانش فيه فلوس وبعدين بنى نفسه بدين فلس حصلت حوادث كده ففلس فبنى نفسه تاني وبعدين بتاع ابناء الجالية وازاي نقدر نمد جسور لحد مصر للوطن الام ليه مش رقفة بيه نجح وتمام واجه عند دماغك ليه انت كبت الحاجة دمين منا برضو صحفي مش هبطات انا عايز اقول ساعدتك على حاجة مصر بالنسبة لنا دي حاجة كبيرة انا مليش اهلنا وجاي خمس تيام جاي لي حبا في البلد حاسين كلنا يعني انا عايز اقولي ساعدتك ان فيه ناس ما جاتش معنا اساد ده في الجامعة دكتور احمد باشا اساد في جامعة في نيورك اه يعني الناس دي حدا تدي احنا عايزين ندي حاجة البلد احنا جايين النهار ده نقعد خمس تيام نقول يا جماعة احنا قلوبنا مفتوحة وقدينا مفتوحة عايزين ندي عايزين نشتغل فكرة تكوين الاتحاد وانا بشكر في خلال برنامج ساعدتك ساعد سفير احمد شاهين سفير مصر في لوس انجلوس وزود هو ما كانش بدأ الاتحاد ده يعني هو اللي وقف وعانى وعزمنا عنده في البيت اكتر من مرة وتعمله كذا وتعمله كذا وتعمله كذا وساعدنا في كذا وساعدنا في كذا يعني دي حاجة جيدة بالنسبة لنا احنا كلنا اللي كل واحد نجع في مجاله كان راجع اعمال ده دكتور ده كذا ده كذا ده كذا فقال لي يا جماعة الموضوع مش كبير انا عارف فيه عقبات كنت بتتكلموا في خمسين ولاية في 1.2 مليون ازا هتوصلوا الناس دي ببعض وحدعملوا الكونيكشن مع بعض يعني فعلا ادينا دعم دخل معنا الدكتور سامح ابو العنين سفير مصر في شيكاغو لقنا السفراء كلهم معنا فعلا يعني حادسين احنا بنعمل حاجة كبيرة وفي نفس الوقت حاسين هنحقق حلم واعتقد ان احنا حققنا 10% من حلم بس اي بداية بتبتدي بنواية صغيرة ف يعني ارجح لسؤال حضرتك انا دخلت في العام للعام لان حاسس ان احنا جاليا طول عمرنا كمصريين ودعا عمتا بقولها في البرنامج بتاع في كانتر لوجس في مويا امريكا ان احنا طول عمرنا كمصريين نحب نتكلم على بعض عمرنا ما تكلمنا على بعض مع بعض فهذه الفرصة لوقتي ان احنا نتكلم مع بعض عايزين نحكي مع بعض عايز رجل عايز رجل الاعمال في كاليفونيا عنده شركة كمبيوتر يتكلم رجل الاعمال في تيكساس يعمل معاه شغل عايز هنا نعمل تبادل تجاري نعمل تبادل ثقافي تبادل مجتمع الناس تعرف بعض الناس يتكلم مع بعض فيه ولايات عندنا فيها 70 الف مواطن مصري التينيسي الناس ما تعرفش بعض يعني انا ما حاولت اتصل بحد ما حاش عارف حد ما حاش عارف حد 70 الف مصري عاشرين على ارض ولاية دنيا تانية انا عندي في تاني سي 70 الف وواحد ما بيكلموش بعض ما عرفوش بعض اخسارة يعني ما جيت هجلم القلي سولي ان انا ودي انا محبش اقول الكلمة انا جيت هجلم الجالية القبطية والجالية الاسلامية ما حاش عارف حد ما عينوش على بعض مصريين مصريين بس انا قلت ايه انا اشوف دول يعرفو يعني انا عايز اوصل لحد. حانش عارف حد. نتكلم مع بعض. فيه ولايات كتير على كده. فاحنا النوقتي بنعمل ايه؟ بنحاول نجمع الولايات دي بعد بعضها بنختار منصق عام. اخر اسبوع ضمينا تسع ولايات جداد. في الميد ويست ضمينا الشيخ حسن. وده يعني خريج اظهر وانسان. يعني انا ما شفتش انسان بهذه السماح. حاصر محادثا بينكم ومبين مصريين في ميتشجن؟ اهو يا. اول مبارح هو التفقنة. هنفتح فرع جبير في تسع ولايات كمان هناك ان شاء الله. وهو اللي هيقوم بيها. هايل هايل هايل. فده احنا يعني احنا عايزين ننتشر وعايزين نشتغل وعايزين نعمل حاجة تفيد جاليتنا اللي احنا ده ما قلت لسيادتك هنم يشتغل على جانب يخص مصر. سياحة واقتصاد. وجانب يخص الجالية. عندك المصري عندهم مشاكل كتير جدا 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 هناك. عندنا مشاكل في الناس بتيجي معاش وراء. الناس ما عندهاش ملكال. الناس بيتوفاها الله. وعايزين نرجعوا مصر. ما همش اهل هناك. بنحاول نعملهم. بنساعدهم كالهم. حاجات ذاتية. اه. عندنا مشاكل لان الشباب كتير جدا. عندهم مشاكل مع التجنيد. عندهم مشاكل. فيه كمية مشاكل رهيبة. احنا مش وزارة. احنا بنشتغل جنبا لانجم مع وزارة الخارجية. ونشتغل جنبا لانجم مع وزارة الهجرة. بس احنا يعني ما نقدرش نتعدي حدودنا. يعني احنا كمنظمات مجتمع مدني. اه. يهمنا كله في الاتحاد ان احنا بط طلع الجيل التاني والتالت الجيل التاني والتالت ده عندنا معرفش حاجة عن مصر انا اولادي مولودين في امريكا معرفش حاجة عن مصر انا عايز الجيل ده يطلع يتكلم يتكلم عرب ويجي يزور مصر ويتعرف على مصر الشباب ده يندمج مع بعض ده الجيل الجديد اللي بيشير المسئولية يعني احنا عملنا حاجة ودي اول مرة تحصل في امريكا ان احنا من الاتحاد خدنا شاب عنده 39 سنة قدمناه عضو كونجرس واحنا عارفين انه مش هينجح بس كبداية بزوء احنا الجالية الوحيدة يا استاذ يوسف انه ما عندناش تلمير ولا جوفرنر ولا سنة ولا عضو كونجرس ما عناش حاجة احنا جالية همنا نشتغل ونعمل فلوس وخلاص ذات سيد فلما قدمنا الشاب ده احنا عارفينه مش هينجح عملنا له دعاية كبيرة في الاعلام وفي الجرائد ووقفنا جنبه هذا الشاب خد 150 الف صوت قدام واحدة بقالها 40 سنة عضو كونجرس هي خدت 312 150 الف صوت جمعين احنا ندخلناه عشان السنة الجاية سركمان سنتين انا عارف ان ده هينجح يعني انا طبعا حابب اولا ان احنا كلنا نتشارك في الحديث ننسى تماما ان هو لقاء تلفزيوني وكأننا قاعدين في ليفنج روم او غرفة معيشة بنتنقش وبنتبادل وجهة النظر في نفس ذات الموضوع يعني عارفين مثلا انا طول عمركو التغيير جدا من اصحابي الارمن اللي في امريكا حتة جالية حتة جالية والجالية اللبنانية الجالية اللبنانية في اي حتة شطار يعني اللبنانيين شطار في المطلق ومتصلين ببعض وعندهم مهرجان سانوي زي الجالية عندنا الجريكية يعني هما الاتنين بنفس المستوى في الولاية بتاعتنا انا معرفش او عندكم في كاليفورنيا الجالية عندنا اللبنانية معروفة وكبيرة وحتى عندهم استثمارات كبيرة جدا واسامي يعني على البلدينجز واحد بيك تاور اسمه كوري بلدينج كوري بلدينج ده بتعمل فيه كينفنشنز بيك كينفنشن بتعمل فيه مؤتمرات احنا هنعمل رأفة بلدينج وهيبقى فيه زي صليب تاور زي ده 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 هيبقى حلو هنا برضو عايز اخد رأي دكتور طارق في الموضوع وارجو ان هو يشاركنا دكتور طارق انا عارف هو عادة يعني الكلام بيبقى لالبزبت على الدكاترة يعني على قد التشخيص هتعمل كزا واحد اتنين تلات لكن هي المسألة بتاعت احنا ليه جالية بتاعتنا من اشهر جاليات العالم في حاجتين حاجة منهم ايجابية جدا ان هم ازكية جدا عقول مذهلة قدرة على النجاح والمثابرة والصبر والقوة والجلد تجنن بس الحاجة التانية اللي مشهورين بيها في اي مهجر في وسط الجاليات المصريين اللي همش ضغبات كل واحد في جزيرة منعزلة ليه انا يعني انا اتكلمت على النقطة دي اللي هي السيستم انا ما كان بيجيلي اطباء مصريين تحت التدريب في منح فكت قلهم انتم مش جايين تتعلموا الطب لان انتم تعلمين طب كويس انت جاي تتعلم سيستم طبي التشخيصات والعلاجات والبحث العلمي فانا عايز سيستم دي مشكلتنا كمصريين كله كله مجدهد بينجح كل مصري ناجح في مجاله في الولايات المتحدة بس عشان يتقابله عايزين حد يحط السيستم ده هو ده اللي شجعنا لان احنا انا كنت في كذا جمعية انجيو في امريكا تمثل مصريين اللي شجعنا ان احنا ننضم للاتحاد ان احنا عايزين نحط السيستم ويد سيستم لامريكا للولايات المتحدة ما تنساش احنا احنا اتنين وخمس يعني تقريبا اتنين وخمسين ولاية لكن عايزين نحط السيستم ان احنا نتقابل ان احنا نتعاون ان احنا نتفاعل سواء سياسيا او علميا او اقتصاديا السيستم لو نجاح الجمعية بتاعتنا الاتحاد بتاعنا ان احنا نحط السيستم على اساسه المصريين يعرفوا يكلموا بعض ويتجاوبوا مع بعض ده في وجهة نظري هي دي اهم شيء لان هم عندهم خصال الحي لان هم ينجحوا وحنا ليه ما نخترعش فيسبوك بتاع المصريين بس في امريكا والله بكلم جد عملنا عندنا عندنا فيسبوك وعندنا تويتر وعندنا كل حالة مش بيج على فيسبوك يعني بقى فيه عندنا بلاتفورم بتاعنا احنا بس بتاع المصريين يعني حاجة كده مؤلع يعني فينها خلص لما زوج البرج عمل فيسبوك كان عامله عشان الجامعة بتاعته كبر بقى في الدنيا ليه ما بقاش عندي بلاتفورم معمول بس للمصريين وبيخش وبيرجستر وبيعمل أكاون بتاعه بس مش عايزين منوحك احنا بنتعرف بس كلنا على بعض يعني مايبي حضرتك عبر البرنامج تتصل بالامريكان المصريين اللي موجودين هنا مصريين الامريكان اللي في جوجل واللي في مايكروسوفت يعملوا لنا سيستم like this وإحنا نتبنى ونتصل الاتحاج العامه أيوفة وملك في الودينا أنا طبعا أتمنى أنه كانت القعدة دي تطول أكثر من ذلك وأتمنى جدا أنه كانت زيارتك عودتك لأرض الوطن الأيام دي كانت تبقى أيام أطول مضطر الحلقة تخلص عشان دايما الوقت بيجري ورانا أنا مش عارف أنا عدوي الأول دايما الوقت لكن أتمنى فعلا أمريكا يطلع بقى في كاليفورنيا يطلع في دي سي يطلع في نيويورك يطلع في متشجن عشان أنا بحاب متشجن جدا عشان لها صديقي الأنتي معيش أنا يجبقى لكي 25 سنة فأتمنى بجد أن نحن نتقابل أنا حقيقي سعيد متشرف فخور بالجهد اللي حضراتكم بتبذلوه فخور بإسراركم أنكم تكونوا موجودين في الوطن الأم بمد إيد المساعدة هاخد نفس الجملة مصر عايزة إيه تؤمر قلولنا قيمة الطلبات وعلينا ننفذ ده وكأني مهاجر في الولايات المتحدة الأمريكية تمام يا فندم أشكركم يا فندم ربنا خليك يا دكتور كل الشكر أفض بك صليب رئيس الاتحاد العام في الولايات المتحدة المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية دكتور شيري النجار خبيرة المناهج التعليمية وتطول التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية دكتور طرق حسنين أستاذ أمراض الكبد بجامعة ساند ييجو في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وحدة دراسات أمراض الكبد كذلك كل الشرف لي شرف لي